السلام خوتي ومحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير فيديو اليوم رح نقدم لك افضل الهواتف التي بسعر بين الخامسة وست ملايين صراحة هذه الفئة غنية جدا بالهواتف المميزة كالعادة رح نستعرض هذه الهواتف بشكل سريع لذلك جميع الموراجعات تجدونها في الوصف لكن قبل ما نبدأ حفزنا بلايك للفيديو واذا كنت اول مرة تشاهد قناتي اشترك الان وفعل الجرس باش تصلك كل الاشعارات والان نبدأ على بركة الله اول هاتف يستعق شراء هو الريدمي نوت 11 برو 5 جي سعر الهاتف في حدود 5 ملايين ومتين الف يملك الهاتف مجموعة مواصفات رائعة جدا من بينها شاشة اموليد بجودة الفود اتش دي بلاس بمعدل 120 هرتز تقدم سطوع عالي تحت اشعة الشمس 1200 نتس لذلك مش راح تعاني تحت اشعة الشمس عليها الطبق الحماية من الجيل الخمس وزود بمعالي سناب دراكو 695 بدقة 6 نانو متر يعمل بنظام اندرويد 11 ووجهات شاومي الميو اي 13 يتوفر بعدة خيارات من الرام 6 او 8 جيجا مع 128 جيجا ذكرى التخزي يتيب كاميرا اساسية 108 ميجا بيكسل والامامية 16 ميجا بيكسل قدم لك جودة الصوت من نوع ستيرو بطارية 5000 ملي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 و يدعم شريحتي اتصال وكار الذكرى خارجي ويدعم منفذ 3.5 ملي لسمعة يدعم بصمة مدمجة مع زر الطاقة يدعم خاصية الانفسي يدعم مستشعر اي ار للتحكم بالاجهزة الكارباية اما الخامات فهي مناس دجاج وزنها 202 جرام مقاوم للماء بشهادة اي بي 53 هاتف ممتاز جدا انصحك بشرعه الهاتف الثاني يأتي ايضا بنفس المواصفات وهو البوكو ايكس اربعة برو يختلف فقط في التصميم وسعره في حدود الخمس مليون وثلاثة مليون وثلاثة مليون وخمسة الهاتف الثالث من شركة سامسونج وهو الجالاكسي الاي اي اتنين وخمسة سعره حوالي خمس مليون واربعمية يأتي بتصميم صراحة مميز مع خامات من الباستيك ويوزن 189 جرام مقاوم للماء بشهادة اي بي 67 يأتي بشاشة سوفر امورد بجودة الفول اتش دي بلاس بمعدل 90 هتس وسطوع يصل ل800 نيس وهو معدل ممتاز عليها طبقة حماية من الجيل خمس الموعد سناب دراو 720 جي دقة 8 نانو متر ويعمل بنظام اندريد 11 ووجهة سامسونج ونيو اي 4.0 يتوفر الهاتف بعدة خيارات من الرام والتخزين لكن المتوفرة في الاسواق الجدائرية هي 6 جيجا مع 128 و 8 جيجا مع 128 بالنسبة للكاميرات عندك العدسة الرئيسية 64 ميكا بيكسل والامامية 32 ميكا بيكسل قدم لك جودة الصوت ممتازة من نواستير البطارية 4500 ميلي امبير تدعم الشحر سريع بقدرة 25 وار يدعم لد شريحتي اتصال وكارة ذكرى خارجي يدعم منفذ 3.5 ملي للسماعة يدعم ايضا بصمة مدمجة اسفل الشاشة واخيرا يدعم خاصية الانافسي الهاتف الرابع وهو البوكو اف 3 فاذا حاب هاتف للعب الثقيل فهذا افضل خيار سعره في حدود 5 مليون و 500 يأتي بخامات من الزجاج وزنها 196 جرام ونقوم للماء بشهادة IP53 والتي تكتفي فقط برد هذا الماء شاشة امور بجودة الـ Full HD Plus بمعدل 120 نيتس سطوع عالي تحت شعة الشمس 1200 نيتس عليها الطبقة حماية من الجيل 5 كما انه يأتي باقوى معالج في هذه الفيهة السعرية سناب دراجو 870 بدقة 7 نانو متر ويعمل بنظام اندرويد 11 ووجهة شاومي الميو اي 12 توفر بستة او ثمانية جيجا رام مع مية وثمانية وعشرين جيجا دكرة تخزين والنسخة الاعلى بثمانية جيجا رام مع متين وستة وخمسين جيجا دكرة تخزين بالنسبة للكاميرات فالاساسية بدقة 48 ميكابيكسل والامامية 20 ميكابيكسل جودة الكاميرات متواضعة فالهواتف السابقة افضل ككاميرا يقدم جودة الصوت ممتازة من نواستين البطارية 4520 ميلي اومبيل تدعم الشحن السريع بقدرة 33 و يدعم شريحتين اتصال لا يدعم كار الذاكرة خارجي لا يدعم ايضا منفذ 35 ميلي لسماعة يدعم بصمة مدمجة مع ذرتق الهاتف يدعم خاصية الانفسي يدعم مستشعر اي ار للتحكم بالاجهزة الكاربعية هذا الهاتف انصحك بشرائه اذا كنت من عشاق اللعب فقط الهاتف الخامس وهو شاومي 111 لايت 5 جي سعره حوالي خمس مليل وخمسمية وهو هاتف نادر قليل صراحة هاتف مميز جدا عن صحك بشرائه بقوة اذا لم تكن من عشاق اللعب يملك تصميم رائع جدا من الدجاج وزنه خفيف 159 جرام كما انه انحف هاتف ممكن تشوف يملك مقاومة خفيفة ضد قدرة الماء IP53 الهاتف يأتي بشاشة اموليد بجودة الفول اتش دي بلاس يدعم معدل تسعين هيرتز يدعم الاتش دي تام بلاس وتدعم مليار لون محمية بتبقى كورنين جوريلا جلاس الجيل سلس معالي سناب دراجو سبعمية واثمانين جي بدقة خمسة نانو متر يعمل بنظام اندرويد احد عشر وواجهات شاومي الميو اي ثلاثة عشر هذا الهاتف يتوفر بستة او ثمانية جيجا رام مع مية واثمانية وعشرين جيجا ذكرات تخزي يأتي بكاميرا اساسية 64 ميجابيكسل والامامية 16 ميجابيكسل قدم لك جودة الصوت مميزة من نواستين البطارية بسعة 4250 ميلي امبير تدعم شحن سريع بقدرة 33 واحد يدعم شريحة اتصال وكارة ذكرى خارجي لا يدعم منفة 3.5 ملي سماعات ويأتي ببصمة مدمجة مع زر الطاقة كما انه يدعم خاصية الانفسي ويدعم مستشعر اي ار للتحكم بالاجهزة الكربائية الهاتف السادس من شركة ريلمي وهو الريلمي جي تي ماستر ايدش هذا الهاتف نادر حاليا سعره في حدود الخمس ملايين وثمانمائة او الخمس ملايين وسبعمائة هاتف مميز وحقق رقم قياسي جدا في عدد المبيعات نين مليون نصخ يأتي الهاتف بتصميم ممتاز خامات من الزجاج وعندك نسخة اخرى من الجلد وزنها مية وربعة وسبعين جرام يملك الهاتف شاشة امو ليد بجودة الفول اتش دي بلاس بمعدل مية وعشرين نتس معارس سناب دراجو سمع مية وثمانية وسبعين جي بدقة ستة نانو متر ويتوفر بستة او تمانية جيجا رام مع مية وثمانية 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 جيجا رام مع ميتين ستة وخمسين جيجا ذكرات تخزين يعمل بنظام اندرويد 11 ووجهة الريلمي UI 3.0 بالنسبة للكاميرا الاساسية 64 ميجابيكسل والامامية 32 ميجابيكسل الهاتف للأسف لا يدعم صوت ستيلو بطارية 4300 ميلي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وار يدعم شريحتي اتصال لا يدعم كارد ذكرى خارجي يدعم منفة 3.5 ميلي لسماعات بصمة الهاتف مدمجة اسفل الشاشة يدعم شريحتي اتصال ولا يدعم كارد ذكرى خارجي يدعم منفة 3.5 ميلي لسماعات يدعم بصمة مدمجة اسفل الشاشة يدعم ايضا خاصية الان افسي هاتف مميز عن صاحبك بشرايه اذا كنت من عشاقرين الهاتف السابع من سامسونج وهو الجالاكسي الاي تنون وخمسين اس سعره حوالي خمس ملايين وثمانمية يأتي بتصميم مميز خامات من البلاستيك ويوزن 189 جرام مقاوم للماء بشهادة اي بي 67 يأتي بشاشة سوبر اموري بجودة الفول اتش دي بلاس بمعدل 120 هرتز ويقدم سطوع جيد تحت شعة الشمس 800 نيتز عليها طبق حماية من الجيل خمس بالنسبة للمعالف هو سناب داكو 778 جي بدقة 6 نانو متر يعمل بنظام اندريد 11 ووجهات سامسونج وانيو اي فور بوانت وان توفر بعدة خيارات من الرام والتخزين 6 جيجا رام مع 128 او 8 جيجا رام مع 128 بالنسبة للكاميرات عندك رئيسية 64 ميجابيكسل والامامية 32 ميجابيكسل قدم لك الهاتف جودة صوت ممتازة من نوع 60 البطارية بسعة 4500 ميلي اومبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط يدعم الهاتف شريحتين اتصال وكارة ذكرى خارجي يدعم منفذ 3.5 ميلي للسماعة اما البصمار هي مدمجة اسفل الشاشة واخيرا يدعم خاصية الانفسي هاتف رائع جدا من سامسونج وانصحك بشرائه بقوة اذا كنت من عشاق اوبو عندك افضل خيار هو الاوبو رينو خمس هذا الهاتف سعره حوالي خمس مليون تسعمية يأتي بمواصفات محترمة تجعله يستحق الشراء اما اذا وجدت هذه الهواتف بسعر ست مليون او اقل وهي الريل مي تسعة برو بلاس والريد مي نوت احد عشر برو بلاس فلا تتردد في شراء هذه الهواتف لانها افضل استفقات لهذه السنة كانت هذه افضل الهواتف التي بسعر الخمسة والست مليون لا انصحك بشراء غيره فهي هواتف قيمة جدا هنا نصل لنهاية الفيديو الاخير لا تنسى اشترك في القناة اذا كنت اول مرة تشاهدني ودمتم في رعاية الله وحفظي ترجمة نانسي قنقر